جسر من دون طرق تؤدي إليه قد لا يصدق الناس ما يسمعون لكن العدسة لا تكذب هذا الجسر اكتمل إنشاؤه في الجانب الأيسر ليربط أهم الأحياء في الجانب الشرقي من المدينة لكن اكتماله لا يجدي نفعا فلا يوجد طرق وشوارع تمكن المركبات من الوصول إليه للتنقل بين المناطق التي يفترض أن يربط بينها هذا الجسر يصرفوا عليه في القوس يعني ليش هذا الطريق والله غيرهم المهندسين يعني يكملوا خططوا بشيئة كوي يعني مفروض ما أسأل الجسر إذا ما أنفضوا الطريق يعني أسأل الجسر كامل أسأل شركة سلمته أسأل شوفوا الجسر كامل يعني الطرق وين ومعرق يعني أنتم صرفتوا عليها المبالغ الطائلة غير تسألوا الطرق تكلفة الجسر بلغت قرابة ثلاث مليارات دينار عراقي ومديرية الطرق والجسور تقول أن مسؤوليتها إكماله بما أنه محال وتضع اللوم على بلدية الموصل باعتبارها الجهة المسؤولة عن إنشاء الطرق المؤدية إلى هذا الجسر يعني إحنا صلاحيات الدوائر معروفة يمكن الناس ما تعرفها صلاحياتنا هي فقط الجسر اللي فوق الوادي أو فوق الماء بقية الطرق هي صلاحيات البلدية حصرا فنحن بما أنه العمل محال يجب أن نكمل العمل ويجب أن تكمل فقرات العمل وآخر فقرة كانت هي فقرة تبليط أكملناها قبل فترة يعني قبل عشرة أيام يمكن المحافظة أحالت المشروع دون أن تكترث لوجود عشرات المنازل السكنية المشهدة على الطرق المؤدية إليه وهذا ما جعل الجسر يبقى وحيدا وكأنه لم يبنى ورغم انتهاء العمل به إلا أن المحافظة لم تجد حلا لمشكلة الطرق حتى الآن راح يصير أزمة على الطرق فاد مرة فاد مرة أزمة على الجامعة معنا لأنه موسم جامعة جديد وموسم دراسة جديد مفرور يسوله طرق حتى يخف الأزمة تخف أزمة الطرق شمي صار بهذا الجسر؟ والله صار كمال إنه الجسر بس ما أكون له أشارع مفرض هو أشارع ببداي بعدين جسر بس عكس الناس نحن وكان يأمل سكان المناطق القريبة أن ينتفعوا من هذا الجسر إلا أنهم صدموا بأن المليارات قد صرفت دون وجود خطط واضحة لتأمين الطرق واصفين ما يحدث بالتخبط وعدم وجود خطط واضحة للعمل هذا ويتساءل سكان المدينة منين سيصلون إلى الجسر إن لم يكن هناك شوارع تؤدي إليه من الموصل محمود الجماس فانا تطبيعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر